أهلا بكم. الانسحاب الأمريكي المر من أفغانستان واحتدام الجدل بشأنه وتبادل الاتهامات لم يمنع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من طلب تخصيص مليارات إضافية للميزانية العسكرية الأمريكية. لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أقرت تخصيص مبلغ 420 مليار دولار إضافية لميزانية الدفاع السنوية المقدمة من البيت الأبيض لعام 2022 والبالغة 715 مليار دولار. يومية ديفانس نيوز المختصة بالشؤون العسكرية نشرت بالتزامن مع قرار مجلس الشيوخ دراسة تقدرية بكلفة الحرب الأفغانية لتاريخه منذ أن خصص الكونغرس ميزانية أولية لها مقدرها تريليون دولار في العام 2001 وما لبثت أن تصعدت إلى تريليونين وثلاثمائة مليون دولار بحسب بيانات البنتاجون. بحسب الدراسة قضى نحو 2500 جندي أمريكي في أفغانستان من ضمنهم 13 جنديا قتلوا في الساعات الأخيرة خلال الانسحاب من مطار كابل في أب أغسطس الماضي. فيما قدرت الدراسة خسائر المدنيين من الأفغان بأكثر من 46 ألف قتيل وبعدة ألاف من الجرحة ومئات من المدنيين الباكستانيين نتيجة أكثر من 400 غارة جوية بالمسيرات الأمريكية منذ عام 2004. وزارة الدفاع صرفت معدل مبلغ مئة ألف دولار تعويضا عن كل قتيل عسكري أمريكي. حتى بلغت الكلفة الإجمالية نحو 246 مليون دولار. فيما بلغت كلفة الرعاية الصحية وتعويض المعوقين الأمريكيين نحو 465 مليار دولار. وهذا الرقم بالطبع لا يحتسب الكلفة المستقبلية للرعاية الصحية للضحايا العسكريين الأمريكيين منذ هجمات 11 من أيلول سبتمبر. والتي قدرت دراسة أجرتها جامعة هارفت كلفتها بقيمة تريليون دولار لغاية عام 2050 شملت حربي العراق وأفغانستان.